قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خميني قال إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الغرب حول أنشطة طهران النووية إذا ظلت البنية التحتية النووية للبلاد دون مساس في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنميل نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة أن أي اتفاق نووي مع إيران لن يكون ملزما لإسرائيل فنشهد توقيع اتفاق نووي قريب مع طهران وإلى أين يمكن أن يقود الرفض الإسرائيلي أي اتفاق نووي محتمل وما هي الضمنات الأمريكية التي يمكن تقديمها لإسرائيل في حال التوصل لاتفاق مع إيران التصريحات المتلاحقة لمختلف الأطراف بشأن التقدم النووي لإيران وإن زادت حدتها تمثل أحدث مؤشر على وجود محادثات لوقف برنامج إيران النووي بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن من الجانب الإيراني قال المرشد الأعلى آية الله علي خامناء الأحد إن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الغرب حول أنشطة طهران النووية إذا ظلت البنية التحتية النووية للبلاد دون مساس مشيرا إلى أن الغرب لا يمكنه منع إيران من صنع أسلحة نووية إذا أرادت ذلك بالفعل ووسط أنباء عن وجود محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأحد إنه أكد لوزير الخارجي الأمريكي أنطوني بلينكين في اتصال هاتفي الخميس معارضة إسرائيل لاتفاق نووي مع إيران مشيرا إلى أن أي تسوية مع إيران لن تكون ملزمة لإسرائيل كررت وشددت على موقفنا ثابت بأن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لن توقف البرنامج النووي الإيراني وستسمح فقط لإيران بتدفق الأموال إلى المنظمات الإرهابية التي تعمل تحت رعايتها في الشرق الأوسط وحول حدود إسرائيل عدت وأكد أن أي تسوية مع إيران لن تلزم إسرائيل مع أو بدون اتفاق سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية دولة إسرائيل وفي الأسبوع الماضي أكد بلينكين أنه إذا رفضت إيران المسار الدبلوماسي فعندئذ كما أوضح الرئيس بايدن مرارا وتكرارا أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي ونقل موقع أكسيوس الأمريكي السبت عن مصادر رسمية أمريكية أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين أجروا محادثات غير مباشرة في سلطنة عمان الشهر الماضي في وقت ناقشت إدارة بايدن في إبريل مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين اقتراحا محتملا لاتفاق مؤقت مع إيران من شأنه أن يشمل تخفيف العقوبات مقابل تجميد طهران لأجزاء من برنامجها النووي بحسب أكسيوس الحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من فيرجينيا الأمريكية الخبير في سياسة الخارجية الأمريكية سيد كينث كادزمن ومن طهران المحلل السياسي إحسين لويران أهلا ومرحبا بكما سيد كينث كادزمن أبدأ معك من فيرجينيا هل تشيب باعتقادك التطورات والمعطيات الأخيرة باقتراب فعلي لتوقيع اتفاق نووي مع طهران شكرا على استضافتي مرة أخرى لا لا أرى أي شيء جديد هناك كثير من المعارضة هنا في الولايات المتحدة وفي الكونغرس على وجه التحديد لتوقع الاتفاق محدود أو مؤقت لا يفكك برنامج إيران النووي على عكس ما تم في الاتفاق النووي السابق وإعطاء أيضا إيران تخفيف من العقوبات هذا لا يحظى بدعم الكونغرس طبعا إيران الآن تبيع مسيارات إلى موسكو لاستخدامها من قبل القوات الروسية ضد أوكرانيا وضد المدنيين وهذا يجعل إيران مقاتل بجانب روسيا في هذه الحرب وهذا تسبب في تغير كبير في الرأي في واشنطن ضد أي اتفاق مؤقت أو محدود مع طهران وأعتقد أن إيران لم تفهم بقدر كافي وقع بيع هذه المسيارات إلى روسيا سيد حسين ما رأيكم وما هي قراءتكم لتطورات هذا الملف وهل تستبعدون توقيع هذا الاتفاق بين الغرب وإيران اتفاق نووي كما استبعد ذلك السيد كازمان بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء أتصور أن المحددات التي تطرحها إيران وأمريكا تجعل الوصول لأي اتفاق غير ممكن من هنا الخطة هي غير قابلة للتطبيق وزيادة التحديدات ضمن إطار الخطة أيضا هي غير ممكنة نحن الآن أمام خطة جيم ليس هناك من اتفاق بين إيران وبين أمريكا بسبب التعقيدات القائمة ولكن هناك خفض للتوتر بين الطرفين من خلال التزامات خارج إطار أي اتفاق ما حدث من التزامات إيرانية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوبلة بالتزام أمريكي في الإفراج عن بعض الأموال الإيرانية في العراق وهناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تقوم بها إيران أو أمريكا طواعية حسب التصريح هي متقابلة في مقابل التزامات من الطرف الآخر إذن هل هناك اتفاق؟ ليس هناك من اتفاق ولكن هناك أيضا اتفاق ولكن غير معلن وغير موقع نعم عذرا اسمح لي هل هناك باعتقادك غايات ومقاصد إيرانية قد تدفعها بالفعل لإبرامي هذا الاتفاق النووي؟ يعني إيران ما يهمها هو رفع العقوبات أو كحد أدنى تخفيفها في الخطة ألف إيران كانت تطالب برفع كامل لكل العقوبات الاقتصادية والمصرفية إلى آخره والنفطية والنقل إلى آخره من هنا نحن أمام مشهد مختلف الآن يعني يزيل الإحراج عن الحكومة الإيرانية أمام من يعارضون أي اتفاق مع أمريكا ويزيل الإحراج عن حكومة السيد بايدن أمام الضغوط التي تمارس عليه من قبل الكونجرس وكذلك اللوبي الصهيوني إذن يعني غاية إيران هي بشكل أساسي رفع العقوبات عنها هنا أنتقل لك سيد كاتزمن يعني في المقابل ما الذي تسعى له الإدارة الأمريكية ولأجله تريد إبرام هذا الاتفاق النووي مع طهران الولايات المتحدة أعتقد كان هناك مباحثات في سلطنة عمان والولايات المتحدة حضرت إيران ضد عالم تخصيص أو تخصيب اليورانيوم إلى درجة تسمح بالامتلاك الأسلحة هذا جعل طهران تشعر بالقلق وكما قلت في إجاباتي السابقة طهران أدركت أن بيع المسايرات إلى روسيا جعل الرأي العام في الولايات المتحدة يقف ضد طهران وبالتالي هي حاولت أن تعطي الانتباع عنها مستعدة لإفراج عن بعض الأمريكيين المحتجزين في طهران وربما تقديم تنازلات أخرى والولايات المتحدة عبرت عن استعدادها للإفراج عن بعض الأرصد الإيرانية مقابل تخفيف التصعيد بين الطرفين ولكن أعتقد أن طهران أساءت حساباتها بشكل جسيم من خلال بيع هذه المسايرات إلى روسيا التي تقتل المدليين في أوكرانيا سيد كتزمن لا يخفى على أحد رفض إسرائيل لأي اتفاق نووي محتمل مع إيران برأيكم إلى أي حد تضع الإدارة الأمريكية اليوم هذا بعين الاعتبار ويؤثر ذلك على سير هذا الاتفاق الولايات المتحدة لديها مصالح المستقلة طبعا إسرائيل حليف وهي أكثر قلقا من إيران من إيران أكثر من الولايات المتحدة والسيد نتنياهو ربما يريد عمل عسكري ضد طهران ولكن إذا كان هناك صفقة أو اتفاق مع إيران تراعي المصالح الأمريكية الولايات المتحدة ستفعل ذلك طبعا لم يكن هناك اتفاق والآن الدعم في الولايات المتحدة للديبلوماسية مع إيران أقل كثيرا من الماضي بسبب هذه المسيرات التي بيعت وأيضا القمع ضد الانتفاضة في طهران ولكن أساسا بسبب المسيرات المستخدمة ضد أوكرانيا نعم سيد حسين هل يقلقكم هذا الرفض الإسرائيلي لأي اتفاق يعني محتمل بين طهران والغرب حول برنامجها النووي وبرأيكم ما هي أهم العقبات والتحديات التي تقف أمام هكذا اتفاق يعني لا أتصور أن القلق والتهديد الإسرائيلي هو يمكن أن يؤثر في هذا الأمر أولا في عام 2015 عندما أراد السيد أوباما توقيع الاتفاق ذهب السيد نتنياهو إلى الكونجرس الأمريكي وألقى خطبة هناك وقال أنه سيحرق واشنطن إذا وقعت هذا الاتفاق ولكن واشنطن وقعت الاتفاق من هنا المصالح الأمريكية هي الأولوية الأولى لأمريكا ومن هنا أنا في تصوري أنه لا يمكن أن نتصور أن أمريكا تجعل المصالح الإسرائيلية أولوية لها بعيدا عن أولوياتها نفسها أمريكا الآن أولوياتها في الصين وروسيا وليست في الشرق الأوسط من هنا هي بحاجة إلى تهدئة في المنطقة وفي تصوري أن ما يحدث هو نوع من التهدئة بين الطرفين ولكن ضمن إطار لا اتفاق أمريكا تنفي أن يكون هناك اتفاق وإيران بالمناسبة تنفي أن يكون هناك اتفاق ولكن هناك مؤشرات يعني لماذا اتصل السيد ماكرون يوم أمس بالرئيس الإيراني وتكلم معه لمدة 90 دقيقة نعم هل رؤساء الجمهورية يعني يقضون أوقاتهم هكذا؟ لا هناك أشياء خلف الستار يحدث الآن بعيدا عن أي توقيع وعن أي اتفاق ولكن ضمن إطار التزامات محددة وعبرة وسطاء متعددين بين الطرفين نعم طيب إجابة سريعة سيد كتزمن يعني نتنياهو قال مؤخرا بين إسرائيل غير ملتزمة بأي اتفاق نووي محتمل مع إيران هل تتوقعون أي تصرف إسرائيلي بعيدا عن رغبة وموافقة الدار الأمريكية؟ العمل الاستراتيجي ضد أراضي طهران ضربة جوية أو ضربة كثيرة لا أتوقع ذلك طبعا هناك توقع أن إسرائيل لا بد أن تستشير الولايات المتحدة قبل قيام بضربة مثل هذا ربما ضربة صغيرة في سوريا أو في العراق أو لبنان أو ضد حماس هذه النوعية من الأعمال يمكن إسرائيل أن تقوم بها بمفردها بدون تشاور بالضرورة مع الولايات المتحدة ولكن ضربة كبيرة ضد إيران وضد الأراضي الإيرانية لا أظن أن إسرائيل ستفعل مثل ذلك الأمر بدون موافقة أمريكية المشكلة هي الآن بسبب سلوك إيران ربما هم يحصلون على مثل هذه الموافقة نعم من فيرجينيا الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية سيد كينث كاتزمن شكرا لك وشكر موصولك من طهران المحل السياسي سيد إحسين رويران شكرا لكم الحديث عن وجهة النظر الإسرائيلية ينضم علينا من تل أبيب السياسة الإسرائيلية سيد مايكل كلينر أهلا مرحبا بك معنا سيد مايكل شكرا لتلبية هذه الدعوة أبدأ معك من التصريحات الأخيرة لنتنياهو الذي قال فيها بأن إسرائيل غير ملتزمة بأي اتفاق نووي محتمل بين الغرب وإيران إلى أي حد هذا برأيك يعكس القلق الإسرائيلي من أي اتفاق مرتقب ومحتمل السيد كاتسمن قال أن إسرائيل قلق أكثر من أي دولة أخرى وهو على حق لأن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي إيران قالت أنها تنوي تدميرها وإذا كان هناك تهديد ضد وجود دولة إسرائيل وإيران أصبحت دولة نووية علينا أن نقلق ولكن أريد أن أذكر الجميع أنه إذا كان هناك دولة تهدد دولة أخرى يمكن أن تهدد دولة أخرى وهذا هو ما أشار إليه السيد كاتسمن فيما يتعلق بطبيعة النظام في إيران من خلال باعها أسلحها إلى روسيا طبعا هذا سيهدد ليس فقط إسرائيل ولكن الشرق الأوسط لأن قنبلة نووية موجعة لإسرائيل ستقتل الكثيرين من الفلسطينيين ومن جيران إسرائيل أيضا إذن القلق ليس فقط في إسرائيل ولكن كل الحلفاء الولايات المتحدة كل حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة فأعتقد أن تهديد لوجود دولة أخرى هو يجب أن يكون قلق أمريكي نعم ولو أخذنا في الاعتبار التاريخ اليهودي التاريخ اليهودي علمنا أننا يجب أن لو أحد قام بتهديد وجودنا يجب أن نصدقه ولكن سيد كاتزمان قال أيضا واستبعد أن تقوم إسرائيل بأي خطوة إذا إيران دون الموافقة الأمريكية هل تتفق مع ذلك رغم إقرار نتنياهو بعدم التزام إسرائيل بأي اتفاق؟ طبعا كون أن إسرائيل ليست ملزمة بأي اتفاق هذا لا يعني نحن سعداء أن الرئيس بايدن كان في إسرائيل قال أنه أنه لن يسمح بإيران أن تكون دولة مسلحة نوويا هو يفضل طبعا الحل السلمي ولكن عند الضروري ستستخدم القوة وطبعا التهديد كما قلت ضد العالم الحر ككل وإذا تم تجنيد العالم ككل للدفاع عن أوكرانيا ربما يجب تكنيد العالم لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية يعني تعتقد سيد دي كلانر بأن إسرائيل لم تتصرف إذا إيران إلا بضوء أخضر أمريكي إذا كان هناك تهديد وجودي ضد إسرائيل وإيران أصبحت على شفع كونها دولة نووية الولايات المتحدة لن تقبل أن تكون إيران دولة نووية فبالتالي إسرائيل ستفعل ما عليها أن تفعله لحماية مواطنيها وكما فعلت في الإراق وفي سوريا والولايات المتحدة ستقوم نفس الشيء لحماية العالم الحر كزعيمة للعالم الحر نعم المرشد الإيراني علي خمينئي قال بأنه على استعداد للتوصل إلى اتفاق مع الغرب إذا لم تتعرض البنية التحتية النووية الإيرانية لأي مساس أو ضرر هل تقرأ في ذلك خوف إيراني من ضربات ربما محتملة للبنية التحتية النووية في إيران إنهم يستمعون إلى رئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو هم يعلمون أن إسرائيل وربما لك متحدة كما ذكر السيد كالسمن لن يقبل دولة نووية في إيران لأن هذا شكل خطب للعالم ولكن من جانب آخر إسرائيل لن توافق أبدا وستفعل كل ما في استطاعات يعلمنا أي اتفاق يبقي إيران على بنية التحتية وهناك أموال طائلة تنفق من قبل إيران لتعزيز الإرهاب والآن سيكون لديهم أموال أكثر إذا كان هناك أي شيء في إسرائيل نتفق عليه جميعا هناك طبعا نقاشات محتدة في إسرائيل ولكن إذا كان هناك شيء يوحد المعارضة والتحالف وسيد لبيل والسيد نتنياهو فهو معارضة هذا الاتفاق الذي يترك إيران بأموال وقدرة نووية من تل أبيب المحلل السياسي سيد مايكل كلينر شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر